في تونس أيضاً في أزمة معلقة للأهلي مع النجم الساحلي بشأن كوليبالي النجم الساحلي اللي ضم هذا اللعب الهارب من الأهلي واللي صدرت ضده أو صدرت ضده حكم من المحكمة الرياضية الدولية النجم الساحلي أصدر بيان حول أزمة هذا اللعب الإفواري سليمان كوليبالي قال بيان النجم الساحلي على موقعه اللعب كان حريصاً على تسوية وضعياته وقد بادر منذ مضائه مع النجم الساحلي بتكليف محامل تونسي التفاوض مع النادي الأهلي المصري ثم وبتقدم المفاوضات تدخل نادي النجم الساحلي للتفاوض بشكل جدي ومباشر مع النادي الأهلي وقدم تصوره لفض النزاع وعرض مقترحاً لتسوية وضعية اللعب واختتم النجم بيانهم ومن المنتظر تلقي رداً من قبل الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة حصل الأهلي على حكم انتوا عارفين بتغريم كوليبالي مليون وربعمائة ألف دولار بعد ما كان هرب من الأهلي في مايو 2017 الفيفا منح كوليبالي مهلة أخيرة لسداد الغرامة وإذا لم يسددها سيتم إيقافه نهائياً أو سيتم توقيع عقوبات مغلظة جديدة عليه بص أبص موقف كوليبالي في تعامله مع قضية هروبه برضو يتسم بعدم الفهم الحقيقي للعمله خدها بخفة شديدة جد زي ما قولنا أن العمر ما كانش أوصد أو ما كانش يواخد باله المشكلة حقية حجمها في موضوع التجنيد في أمور ماينفعش يتعامل معاها كده وأنا بندهش من وكلاء اللاعبين بندهش جداً أن يبقى كل همهم أن هما يحققوا لللاعب اللي هو عايزوا يلحق بسرعة ياخد السبوبة زي ما بيقولوا دون إدراك حجم الضرر اللي بيحط فيه اللعيب ده لعيب هرب بدون أي سبب وصاقة بعض الأسباب اللي كمان تعقد الموضوع الاضطهاد والأهل ومش عارف إيه مع أنه كان يعيش في لحظات توهج ذهبية وجمهور الأهل ابتدى يسخ فيه جداً وأنا واحد من الناس قلت الله هو ده الفروض اللي احنا مستنين وكان كل مرة يجري حسام البدر ياخده في حضه بعد ما يجيب الجون وزميله تحتفي بيه احتفاء هايل جداً والحقيقة كان فرد حقيقي وبطعم الهدفين الكبار فجأة هرب حد فهمه أو صورله أو هو أتلعب في دماغه مواجهة آآ إن كنت تعمل كذا وتروح لحتة الفلانية بدليل إنه هرب في دوريات من اللي بتدفع فلوس بس ما عرفش يلعب تلاقي إنه مرتوض ما حدش فهمه اللي إلت عملته ده يا ابني عرضك لعقوبات مش هتلعب كرة إلا إذا أوفيت بالتزاماتك وقد وهو معرض أيضاً للإيقاف حتى بالالتزام الهروب من عقد بدون مبرر ده موضوع جد جداً ما مش عابل فالنهار ده النجم السحلي التسويق اللي عرضها الحقيقة أنا مندهش لها جداً عرض تسويق أقلب كتير من الغرامة دول عرضين عرضين نقصته مبلغ نصف الغرامة تقريباً إزاي يعني؟ على خمس سنية لا يعني أنا محكم لي بمليون وربعمائة ألف دولار ما أنت ممكن تيجي تقول لي إيه أنا عرض عليك التسويق لو دفعتهم لك كشف دلوقتي تعمل لي نوع من التخفيض يسمح لي أن أقدر أسدد لك المبلغ ده نتكلم إنما الطريقة اللي تكلموا بيها يعني أنا مندهش إزاي تتصوروا أن فيه نادي ممكن يوفق عليه فالموضوع من عرضه حاجة صلى يلعن كده بكتير وخمس سنين كمان يعني فيه تفاصيل ما حنش حنقول لك يعني هو مش عرض تشعر أنه عرض يناقش يعني العرضه متوقع أنه يقبل أو هو فاهم يعني أن النادي الأهلي ما أحسن من ما فيش لا ما فيش أحسن ما فيش أعلى لأن النادي الأهلي الموضوع ده له شقين شق أدبي ومعناوي الطريقة اللي مشي بيها من النادي الأهلي منفعش أنه هو يخرج منها بدون عقوبات حقيقية أشعر بها هو بقاله سنة دلوقتي أو أكتر ما يلعبش هيحصل تواصل بإذن الله إذا كانوا جدين جدين في الرغبة في التسوية والوصول إلى اتفاق ربما إذا فضلوا على المنهجية دي طبعا مش هيحصل اتفاق مش هيحصل طيب سليمان كوليبالي كان يعني بدأ فعلا يسمع بشكل كويس أوي بدأت الناس تلاحظ أن فيه فروت كويس أوي وفجأة حصل اللي حصل اشتركوا في القناة